مشاهدين الكرام لمناقشة هذا التطور الكبير في الخطاب الذي استخدمته حكومة بغداد بشأن ميليشيا بيكاكا ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي حياكم الله أستاذ لبيد في البداية تطور كبير جديد مستغرب لدى كثير من المراقبين للشأن العراقي بشأن الخطاب الجديد الذي استخدم على لسان وزارة الداخلية في العراق فيما يخص ميليشيا بيكاكا اتهمتها بأنها التي تقف خلف كثير من الحرائق التي حدثت في شمال العراق وفي كاركوك وكذلك تخطيط هذه الميليشيا لعمليات إرهابية في أسواق داخل بغداد أو مناطق مكتظة بالسكان ما تعليقك على هذا التطور الجديد الذي حدث في خطاب حكومة السودان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام نعلم كما صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية أن العملية جرت بالتخطيط والتنسيق والتعاون ما بين قوات الأمن الاتحادية وقوات الأمن الكردستانية وبالتالي فأن عمليات التحقيق وعمليات الاعتقال وكل هذه التفاصيل جرت بحضور أو بالتفاهم أو بالتنسيق ما بين القوتين التحادية والأقليمية ومعنى هذا أن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية المركز لا يمكن إلا أن تقولها الحقيقة لا يمكن إلا أن تقولها ما كشفت عن التحقيقات المشتركة لذلك لا يمكن أنه اعتبار أن هذا التصريح الذي أدل به المتحدث في المزارة الداخلية العراقية لا يمكن اعتباره أنه مؤشرا على تغيين في الخطاب السياسي الجوهري العراقية في اتقاد موقف مغاير للموقف الضباطي السابقة والذي عهدناه من الحكومة العراقية بخصوص الحزب العمال الكردستاني هذه المسألة هم كانوا مجبرين على أن يذكروا هذه التفاصيل التي كشفت النقاب عن دور التخريبي الكبير الذي يقوم به هذا الحزب جميل جدا أستاذ لبيد من الذي ضغط على حكومة بغداد هل هي الزيارة التي أجراها أردوغان إلى بغداد والاتفاقية التي أبرمت ربما ضمن بنودها ما يقضي بالضغط من بغداد على البيكيكي على حزب العمال الكردستاني بدأ محاولة تحجيم الدور التصفية لا أعلم كيف توصف لكن هل لتركيا دور في الضغط على بغداد وبالتالي رضخت حكومة السوداني؟ بالنسبة للاتفاقية التعاون أو الاتفاقية استراتيجية بين تركيا وبغداد بين أنقرأ وبغداد الحقيقة كان يفترض أن تتضمن 27 اتفاقيا ومذكرة التفاق تم توقيع على 26 من 27 الاتفاقية الوحيدة التي استثمت ولم يتم التوقيع عليها الاتفاقية الأمنية لماذا؟ لأن هناك حساسية وهناك اعتراض كبير مصدبات الأحزاب الميليشياوية بالإضافة إلى وجود حزب رئيسي كردي يعترض على العلاق لا يوافق على هذه الاتفاقية وهو حزب الاتحاد المقرأة الاتحاد الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني الذي هو يعتبر حاضنة سياسية وعسكرية رئيسية بحزب الـ PKK فالكلام عن أن ما يسمى بالخطاب خطاب وزافة الداخلية أصبح متغيرا بتأثير من هذه الزيارة والاتفاقية بين آخر وفقدات أنا أعتقد أنه بعيد عن الواقع إذا ما التفسير أستاذ لبيد للتغير هذا التغير الذي لمسه المراقب للوضع العراقي بشأن تعامل الحكومة فيما يتعلق مع حزب العمال الكردستاني كما تفضلت حضرتك بعد الاحتلال الخطاب الضبابي السياسة المتبعة غير مفهومة وغير واضحة تجاه التعامل مع الـ PKK لكن اليوم أصبحت عمليات إرهابية أصبح هناك اتهام للنشاطات التي قامت بها هذه الميليشيا ضمن حرائق وغيرها فيما حدث في شمال العراق وكركوك يعني شيء جديد نعم هذا الذي سمعناه بالحقيقة يبقى هو التقرير قدمه المتحدث بسم وزارة الداخلين ولا يمكن يرتقيه إلى مستوى الموقف السياسي المركتي بمثبت الحكومة هذا ليس موقفا سياسي ولا يعتبر موقفا سياسي أو تغيرا في القطاع السياسي الرئيسي بالحكومة العراقية هذا هو بمجرد تقرير تقرير أمني أدل به المتحدث بسم وزارة الداخلية وهو بالحقيقة ليس بسم وزارة الداخلية التحادية فقط وإنما يجب أن يمثل المزارة الداخلية التحادية والقوات الأمنية الكردستانية لأنه جرت تعاون كما أتلبت تعاون بين هاتين القوتين من أجل القابض على المجرمين أو المتهمين وبالتالي عملية التحديث جرت بشكل مشترك ويجب أن تتضمن الحقائق التي أدلى بها أو الاعترافات التي أدلى بها المتهمون طيب طيب أستاذ لديك حضرتك تعلم جيدا كما يعلم كثيرون أن العراق بعد 2003 والحكومات التي تديره بكافة القطاعات الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها لم تكن صريحة يوما ما وواضحة وصادقة فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها وبالتالي وأيضا هناك مشكلة أخرى أن تصريح وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية الآن عفوا بشأن حزب العمال الكردستاني يتعارض مع توجه الميليشيات المسلحة التي تحمل السلاح داخل العراق ذات الولاء الإيراني التي تعتبر حزب العمال الكردستاني حليفا لها ربما صديقا لها في سبيل ضرب تركيا أو المصالح التركية وأيضا الأكراد في الشمال لكن السؤال هو هذا التغير الآن الذي شهدنا ألا يمكن أن يؤثر على الموقف أو على العلاقة ما بين السوداني وما بين هذه الميليشيات يعني ما الذي يجبرهم أصلا على الخروج بهكذا تصريح يدينوا حليفا لهذه الميليشيات حليفا لمن يدير الدولة نعم لا يمكن أنا أقول لك لا يمكن للسوداني أن يتصادم مع القوى الميليشيوية أو الأحزاب التي أنتجته التي أنتجت حكومته هو جزء من الإطار التنسيقي نعم وهو بالتالي يجب أن يسير في النهاية يسير في ضمن المتار السياسي التي تنتهجه هذه الكتلة الكتلة الإطار التنسيقي لكن عملية بهذا الحجم لا يمكن أن نراهن عليها يمكن أن نراهن عليها من أجل أن يتطور موقف مغاير تماما للموقف الأساسي الذي هو الحقيقة موقف إيراني يعني إيران هي التي تستعين أو تستخدم الميليشيات ميليشية الحجد الشعبي كجيش موازن للجيش الوطني للجيش الحكومي وبالتالي هذه الميليشية يعني هي التي تقوم بعملية التعاون مع حزب البيكيكي وقوات العسكرية وقوات الميليشيوية أيضا المتواجدة في العراق إيران باختصار يعني هدفها أن تحول دون أن تقطع الطريق على أي حالة نفوذ تركية في داخل العراق إيران لا تريد أي منافس لها لنفوذها في داخل العراق خصوصا فيما يتعلق في مسألة الملف الأمن لذلك لا يمكن أن نتوقع بأن يكون هناك اتفاق حقيقي بين حكومة بغداد وحكومة أنقرة بخصوص هذا الملف الأمني في غياب النفوذ أو التدخل الإيراني بهذه المتواجد وضحت الفكرة الأستاذ ذا لبيد الصمي دعي عضو التحالف الوطني المعارض كنت معنا عبر الهاتف من مالمو ترجمة نانسي قنقر